السلام عليكم اليوم يا سابع بنا نحل أسئلة الفصل بس أول شي خلينا نحل أسئلة تقويم وتأمل لدرس عناصر الطقس املأ المخطط الآتي بالنسبة لمعلومات الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء الممتد من سطح الأرض إلى نهاية غلاف الجوي على وحدة المساحة عموديا على وحدة المساحة الأجهزة المستخدمة في الضغط الجوي هي البروميتر الزئبقي والبروميتر الفليزي الوحدة المستخدمة في قياس ضغط الجوي هي باسكال أو نيوتن لكل متر مربع والعوامل المؤثرة فيها حكيانا الارتفاع والانغفاض عن مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة وفي عندك سؤال أنه ليش دائما بتشعر بضغط أو طنين في أذنيك لما بتكون متوجه إلى البحر الميت لأنه إحنا لما منتوجه إلى البحر الميت بتكون المنطقة منخفضة تمام وبتكون المنطقة نازلين ينزل للأسفل فكلما قل الارتفاع عن سطح البحر زي ما حكينا هذا بيأدي إلى ارتفاع الضغط الجوي أو زيادة قيمة الضغط الجوي لأنه ليش طول عمود الهواء بيزداد كلما نخفضنا إلى الأسفل إذن بسبب ارتفاع قيمة الضغط الجوي كلما قل الارتفاع عن مستوى سطح البحر هلأ يا سابع من نحل أسئلة الفصل بيحكي لك عنده ارتفاع درجة حرارة الهواء فإنه طبعا الهواء لما ترتفع درجة الحرارة بيسخن فبيصعد إلى أعلى فبينخفض قيمة الضغط الجوي اتنين تحدث معظم التقلبات الجوية زي ما حكينا في طبقة التروبوسفير ومن الأجهزة المستخدمة في قياس الضغط الجوي اللي هو الباروميتر الزئبقي أي الغازات الآتية الأكثر نسبة في الغلاف الجوي حكينا اللي هو النايتورجين أكثر شيء موجود أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بطبقة التروبوسفير أنه تقل الحرارة كلما ارتفعنا عن سطح البحر العبارة الأولى هلأ معطيك فسر أنه ارتفاع العصير في الماصة عنده شرعة زي ما شرحنا في الدرج أنه بسبب اختلاف الضغط الجوي داخل الماصة وخارجه فعندها سحب الهواء داخل الماصة ينخفض الضغط الجوي داخل الماصة مقارنة مع الضغط الجوي اللي خارجها طبعا هذا الاختلاف بيأدي إلى تحرك العصير من منطقة الضغط الأعلى إلى منطقة الضغط المنخفض اللي هو داخل الماصة تمام يا سابع هلأ بعطيك بارتو فسر انخفاض الضغط كلما ارتفعنا عن سطح البحر إنه ليش كلما ارتفعنا إلى أعلى بقل الضغط الجوي طبعا لأنه طول عمود الهواء بقل زي ما شرحنا على الرسمة طول عمود الهواء بقل فبقل وزنه فبالتالي يقل الضغط هلأ أرسم خطوط تساوى الضغط سهل جدا معطينا رسمية سابع وعليها أرقام هلأ اتفقنا أنه خطوط تساوى الضغط بتوصل بين القيم المتساوية يعني أي قيم متساوية بدك توصلهم مع بعض بقلم رصاص هلأ نأخذ القيم مثلا اللي نبلش من النص تسعمية وخمس وتسعين كل رقم تسعمية وخمس وتسعين كل الأرقام اللي تسعمية وخمس وتسعين بنوصلهم مع بعض بعدين بنروح القيم اللي بعدها اللي هي ألف بتوصل كل أرقام الألف مع بعض بتطلع عندك دائرة تانية بعدين آخر قيم اللي هي ألف وخمسة بتوصل كل أرقام القيم ألف وخمسة مع بعض بتطلع عندك دائرة تالتة هلأ شو بتلاحظ هون هل هو هذا مرتفع جوي ولا منخفض جوي هو مش كاتب لي اللو اتش يعني أنا لازم أعرف من القيم يا سابع هلأ إذا لاحظ أنه كلما اتجهنا نحو المركز صح؟ شو بصير لقيم الضغط الجوي عمالها بتقل صح؟ قيم الضغط بتقل كلما اتجهنا نحو المركز إذن هاي الرسمة هي رسمة منخفض جوي لإيش؟ لأنه القيم كلما اتجهنا نحو المركز عمالها بتقل واضح يا سابع؟ إذن الرسمة عندك رسمة منخفض جوي منخفض جوي ليش منخفض جوي؟ لأنه القيم بتقل